طبعا هي بس يعني الأرضية مش بس اعتمد على الأسفلت وتعتمد على البطن كمان في منطقة مختلفة شوية بيجي الأسفلت حقاتها أو بيجي أرضياتها ما بين هذا وبين هذا فيها من كتر ما هي زالقة يعني حتى لو الواحد ماشي لو تحته موايا على رجوله بيبدأ يعمل سليب فالكنترول لازم يكون 100% وما ينفع ان الواحد يروح أجريسف زاد على زوم ويريرمي السيارة ويقول بالحظ جاته أو ما جاته لازم يكون دقيق جدا في سواكته عليها هيدا اللي كنا عم نشوفه طبعا ورأفة هارون السيء الأردني بدوره عم بيتحضر على واقع الموسيقى العالي والدخان عم بيتحضر ليعمل أول تجربة لألو رأفة هارون لقى تقليبين كوينت ولكن بعدها عدل ومشي ستريت هذي بالأسف الشريب بتخسروا النقاط حقا تقليبين كوينت لأنه رجع عدل السيارة ومشي ستريت فقط في ستريت لاين ما كان دريفت كامل طول الوقت يعني باختصار ما في 30 نقطة ما في 30 نقطة لنشوف 30 بطريق راودي بالراجعة نعم طبعا محبين الدريفت يعرف السيارة هذي الجي تي اي تي سيكس طبعا السيارة معدلة ومغيرة كمان عليها تو جاي زي تيربو بنشوف الانتيلاك وبنسمع صوت مع بعض الصوت الرائع والجميل الصوت الـ 2 جاي زي المعروف ندير المحرك من تحت الأرض بهالموقف فعلا ملفد الحضر المحرك من تحت الأقصار الـ 2 جاي زي المقيد والمعروف Aware dass دخل عالسفايرل دخل عالسفايرل شوف كيف شوف 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 للاسف عمر ما استفاد من قصر جي تي اي تي سيكس وما قدر يستفيد من اداءها مية في المية ان شاء الله طبعا حكام هم ولن وقيرا عندهم هم النقاط ابن الرجال الفنسوان